من كم سنة كنت ماشي في الطريق الدائري وقدامي عربية ناقل مكتوب عليها باللغة الانجليزية مهدش فاهم حاجة مهدش فاهم حاجة انا اسف ان انا بابتدي الفكرة بتاعتي اللي مشغول بيها كل المصريين دلوقتي بانه مهدش فاهم حاجة احداث حصلت بقالها 24 ساعة قدام مجلس الوزراء ومجلس الشعب طرفين المجلس العسكري طلع بيان وقال انا ما فضتش الاعتصام انا ملتزم بالامن بتاعي ملتزم بان انا متعداش على المتظاهرين والمعتصمين انا ملتزم مع انهم في حجارة عملة تتريمي على الجيش وانه بسبب بسيط اوي وهو انه في حد اعتدى على ظابط من الزباط الجيش بناء عليه ابتدى المشكلة وتصاعدت الى حد كبير الطرف التاني المعتصمين بيقولوا ان الساعة اتنين الساعة تلاتة دخل علينا ناس ويفضوا الاعتصام بالقوة الله يرحمه من الالتراس الزمالك عبودة دخل نط عشان يجيب الكورة او دخل جوه المبنى ضربوه وطلع مغم عليه تقريبا وصل للمستشفى مات النتيجة ان اتنين مصريين عملين يضربوا ببعض المبنى اللي فوق ما كانش فيه امن ده بيفضوهم بالمية ببساطة شديدة جدا وما كانش فيه حد من الزباط او العساكر او الامن النهاردة في جريدة المصر اليوم في الزباط او عساكر لابسين الزي العسكري وقفين فوق في وبيضربوا بالطوب ما هدش فاهم هذا هنحاول نفهم معايا الدكتور اكرم حسام خبير بالمركز القومي للدراسات الشرق الاوسط صباح الخير يا فاني صباح الخير يا فاني عندي حق ولا ما عنديش حق لا والله يا حركة عندك كامل الحق ان فعلا ما هدش فاهم حاجة في مصر بقالنا فترة احداث بتحصل بشكل يعني متكرر سيناريهات يعني انتكاد تكون شبه محفوظة نفس اللي حصل مبارح هو هو نفس الحدث بتاع يوم 18 هو هو يمكن يعني احداث اللي قبل كده كشرارة بينطلق منها تصاعد فتصاعد فتصاعد حتى تصل الامور الى يعني شبه مليونية او ما شبه ذلك من احداث في كل مرة نفس الحجج وانا يعني ممكن ادعو يعني مش هدعو حركة بس ادعو الناس انها تسترجع بالذاكرة كده نفس الموقف او نفس المواقف المتشابهة وترجع بالضبط لنفس التصريحات من الطرفين حركة هتلاقي من جانب مجلس العسكري او من جانب الداخلية كطرف اول في الموضوع هي تقريبا نفس التصريحات نحن لم نستخدم العنف نحن لم ندعو الى فضل اعتصام ولكن نكتشف نكتشف في الاخر ان هناك بالفعل ان هناك محاولات لفضل اعتصام ده في حالات اخرى يعني وان مثلا اه في حدث محمد محمود قيل ان الداخلية لم تستخدم اطلاقا العيرة النارية في اه في التعامل مع المتظاهرين لكن اكتشفنا من خلال حالات الاصابات والقتلة اللي حصلت ان بالفعل كانت هناك حالات لاستخدام الاسلحة اه النارية في هذا الموضوع دكتور اكرم بدون قطع كلامك انا الحد دلوقتي عارف انه هو وصل 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 القتلة خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا او اكتر شوية 6 قتلة وحوالي 257 طريقة التحقيقات المجلس العسكري قال وقرها وقال انه لازم يحصل تحقيق من النيابة لحد دلوقتي ما وصلناش هو كان فيه اعيرة نارية ولا لا بس احنا كلنا كفوسائل الاعلام كنا شايفين حجارة فقط وملتوف تمام لكن فيه مبارح اه المتحدث تقريبا محدث الرسمي باسم اه وزارة الصحة قال ان فيه حالتين طلق ناري بغض النظر من اطلق الرصاص بقى على هند علام نفس الانوان الفيلم المشهور من اطلق هذا الرصاص لكن مسئولية من مسئولية جهة التنفيذ مجلس العسكري ومجلس الوزراء الجهة الحاكمة في مصر الان وتحديد مجلس العسكري لابد ان يعني يخرج على الناس ويقول من اطلق الرصاص على هؤلاء يعني قد يكون مجلس العسكري بريء من هذا الموضوع لكن قد يكون متورط قد تكون الداخلية بريئة من الموضوع لكن قد تكون ايضا بعض عناصرها متورطة قد تكون قد يكون هناك اه يعني بلطغية بالفعل وده اه مش بلطغية هناك يعني بارح شوفنا بعض المشاهد وطبعا خلي بارح احنا بنحكم على الظاهر لان هو ده المتاح بالنسبة لنا نعم اه شوفنا ناس من اهالي اه سيدة زينب وعبدين اه بيعتبروا ان هما لازم يخرجوا يدفعوا عن اه مناطقهم من المتظاهرين العافلين مش مناطقهم ده حتى ده ده شوفتهم بيتكلموا بيعلى انه احنا جماعة ده محلي شغلهم بالزبط بالزبط فالمسؤولية عند مين المسؤولية عند مين في الاطراف المتدخلة دي وبالزبط ارجع بها البداية اللي هيا اللي عراك بدأت بيها فعلا ما حدش فاهم حاجة طب خلينا نقول انه دايما اه رجال الامن ورجال السياسة والمخابرات وا 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 دايما بيفكروا في في بانطق او ببين قسين يقول لك اي مشكلة اه دور على مين المستفيد مين المستفيد طيب مين المستفيد بالاحداث اللي حصلت دي قدام مجلس الوزراء اه وفقا للبداية اللي احنا بدأنا بيها الحلقة هقول لحضرتك ان يعني انا كمحلل سياسي ما اقدرش حل الواقعة وافصلها عن الاطار العام في المشهد كله وبالتالي لازم ارجع واربط الحدث اللي حصل مبارح باللي حصل يوم 18 نوفمبر اللي هو المظاهرات اللي طلعت في مدان التحرير واحداث محمد محمود واللي كان عنوانها الكبير او هدفها الكبير هو الغاء الانتخابات او تأجيل الانتخابات تمام حتى بالمناسبة هم سموا يعني سموا الجمعة اللي كان فيها المليونية جمعة الفرصة الاخيرة معنى الفرصة الاخيرة لتعطيل الحياة الديموقراطية تعطيل الانتخابات تعطيل مسيرة مصر الى التقدم وما الى غير ذلك يعني وبالتالي انا في تقديري يعني احدى التحليلات ربما تكون اقرب الى يعني التصديق ان ما حدث امس وهو استمرار او امتداد لما كان يحدث منذ يوم 18 احدى التحليلات ممكن نقولها كده ان اللي حصل فعلا او مبارح هو استمرار ليوم 18 هم خرجوا يوم 18 واستمروا تقريبا عشر ايام في الشارع او اكتر وما قدروش فعلا يعطلوا الانتخابات نتيجة لاصرار المجلس العسكري وبمسندة من بعض القوى السياسية خصوصا الطائرات الاسلامية اصرار على اجراء الانتخابات في موعدها وبالتالي هذا الهدف الاستراتيجي بالنسبة لهم لم يتحقق وبالتالي هم سعوا الى ليس فقط الاستمرار في التحرير لكن السعي السعي وراء اهداف ربما تكون فرعية لكنها في نفس الاطار العام ومنها تعطيل او الاعتراض على دكتور كمان. دكتور اكرم بما اننا مفيش غيري وغيرك على الهوى فانا هتبنى وجهة نظر الاخرى. اكي. دكتور اكرم الناس دي معتصمة بقالها عشرين يوم. مم. تمام. يعني مش مسلا امبارح نزلوا وعملوا الحصل ده. تمام. يعني بقالهم فترة. تمام. ومسالمين جدا ومفيش حد بيقرب لهم ولا هم بيقربوا لحد. تمام. مم. طب يبقى ازاي المنطق انه هم نزلين عشان عايزين يخربوا مثلا عشان الانتخابات ولا. يعني منين. ما انا بقول لحضرتك ان دي احدى التحليلات. احدى التحليلات بتقول ان اللي حصل ده. وده وده مش تحليل جاي من السماء. ده ليه قصص. قصص هي ايه? ان الناس دي هي اللي كانت موجودة يوم 18. وهي اللي انتقلت من التحرير الى مجلس الوزراء. وان اللي موجود دلوقتي الاعتراض الاساسي على الدكتور كمان الجنزوري او على مجلس الوزراء. جاء من التحرير وليس من شارع الاساسي الرجعين. لان هما انتقلوا بالفعل من التحرير الى الاساسي الرجعين واعتردوا على او استمروا في الاعتصام اعتراضا على الدكتور كمان الجنزوري. وبالتالي انا بقول له حضرتك ان ده احدى التحليلات التي ربما تكون اقرب الى التصديق. لكن طبعا لو خدت وجهة نظر حضرتك او وجهة نظر الطرف التاني. بالفعل يعني لديهم بعض المبررات. نعم. بيقول حضرتك ان طبعا لو حطناه في اطار اعتراضهم على كمان الجنزوري نفسه كشخصية انه منتمي للنظام السابق. شخصية من ناحية السن طبعا كبار السن وما لا غير ذاك. لكن طبعا يعني هما مش عاوزين يدلوا فرصة ان هو يشتغل. خصوصا ان الراجل جاء بمنصب مختلف تماما عما يعني جاء في السابق. وهو قال كده انا اول رئيس وزراء في مصر بهذه الصلاحيات. وبالفعل وده اعلنه من اول يوم. بالفعل كان هذا الرجل صديقا. وشوفنا تعديل لاعلان دستوري بصلاحيات كبيرة لرئيس مجلس وزراء مصر. وده فعلا كان نقطة اه جديدة. انا اسف برضو. لازم يعني بدون قطع كلامك برضو. كل الصحف الرسمية وال والحرة والغير رسمية والكلة بيبكتوب الدكتور كبالي الجنسولي. رفض ان هو يصرح بتصريح او يعلق على الاحداث اللي حصلت دي. واقويل بتقول ان هو كان مكتاب. طب ازاي هو دي كل الصلاحيات دي. وكل الامكانيات دي. وهو داخل بشكل. ووثق ان هو ان شاء الله هيبقى للاحسن. وفي نفس الوقت ما يبقاش بيعلى على اللي بيحصل ده. اولا اولا ده يمكن لو انا اه 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 هضع نفسي في مكان دكتور كبالي الجنسولي اولا انا موقف مجروح. انا موقف مجروح كرئيس مجلس الوزراء. الناس دي واقفة بقالها اه اه عشر ايام او او عشرين يوم معترضة علي شخصيا على وجودي في مجلس الوزراء. وبالتالي قد يفهم من تصريحاته خصوصا ان هما اه اه او الصوار او المتظاهرين اللي كانوا او المعتصمين امام مجلس الوزراء علاقوا على تصريح الجنزوري تقريبا من عشر ايام اللي قال فيه اننا قادرون على فض هذا الاعتصام او الدولة قادرة على فض هذا الاعتصام لكن انا لا نرغب في استخدام العنف خصوصا كمان ان هو صرح اكتر من مرة ومنذ ان جاء الى مجلس الوزراء ان هو ملتزم بعدم استخدام القوة تجاه اي متظاهر وان حق الاعتصام هو حق مكفول للجميع كل الكلام الجميل ده كله لكن بتقدير انا ان خروجه دلوقتي الموقف اللي حصل طبعا هو خارج من اي اه ضوابط يعني هو زي محرك قلت محدش فهم حاجة اه هل هو مقصود من المتظاهرين هل هو مقصود من المجلس العسكري ولا مقصود من اطراف تانية وبالتالي يعني فيه تدخل في الاحداث وقد يكون الدكتور كامير الجنزوري فعلا زي محرك قلت مش فهم حاجة مش فهم حاجة في اللي حصل بس ممكن يكون بسبب ممكن فعلا مش مش مدرك ابعاد الموضوع فعلا حد الوقت كل التحليلات مختلفة هو هو ليه كانوا متواجدين عناصر الجيش في المكان يعني ومش المفووض يبقى الشرطة هما المتواجدين في المكان سؤال هاي طبعا لان المفترض سريعا بعد اذنك لان هما غالبا الفقرة خلصت معلش تفضل المفترض طبعا ان الشرطة هي المسؤولة المسؤولية الاولى والاخيرة عن مثل هذه الامور كون وجود كوات الجيش او الشرطة العسكرية ده خطأ في تأديري خطأ كبير جدا لان هذه العناصر هي عناصر الشرطة العسكرية او عناصر الجيش غير مدربة اطلاقا على التعامل المدني مع متظاهر وبالتالي قد تكون نتائج المترتبة على هذا الموضوع كارثي وهنا بقى علامة استفهام كبيرة جدا وده سأقول هاي من حضرتك ليه ما كانتش الداخلية موجودة هي الداخلية راحت فين هي الداخلية راحت فين مفترض الداخلية تبقى موجودة اولا واخيرا نعم كون ان حصل صدام معها في محمد بنحمود فانت لا يعني يمكن ان تكون هناك استعانة بقوات الجيش في مسندتها لكن ابعادها تماما عن مشهد السياسي فانت يعني وضعت المتظاهرين في مشهد اه مقابل للجيش او مقابل للمجلس العسكري وده في منتهى الخطور دكتور دكتور اكرم حسام خبير بالمركز القومي للدراسات الشرق الاوسط شكرا جزيلا لحضرتك فانتنا الحبتين الصغيرين دول شكرا جزيلا واتمنى ان احنا نفهم حاجة في الفترة اللي جاية يا رب ان شاء الله يمكن نفهم كل الاحترام لكل زباط وعساكر الجيش كل الاحترام لكل زباط وعساكر الداخلية كل الاحترام لكل معتصم كل الاحترام لكل شهيد كل الاحترام لكل واحد نزل مبارح عشان يحمي منشآت بلده او منتلكاته الخاصة بس ارجوكوا فهمونا ايه اللي بيحصل فاصلوا راجعين